هم مختار من كرامي وصلي يا الهي وجزيا ابدا عنا محمد نال مختار في القدامي صباب بنوا حنيبة منهم وافدوا ياماني منهم ياماني تجيبن أردى وفتاهي منه وصلي يا الهي وجزيا ابدا عنا محمد نال محمد نال مختار في القدامي صلى وطيء شمى جيشان الله وفدوا كلب فعد خشينا مع مراد منه وصلي يا الهي وجزيا عنا محمد نال مختار في القدامي صلى وكذا صليفم كل خطع من وافدوا ساعدوا كل ديبلوماسي كلهو نستسميه منكم الدير والحرج خارج انسي ديراتنا ولكن سنتحملوا انشاء الله اليوم والي شكرا احنا ين يا الهي جيج Lit Verse جيس ننیو سن ديمبل دگ گ جيس ننیو تمين ديمبل ونغور جيس ننیو تمين ديمبل كنا ينوز السفر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً والذين لا يدعون مع الله إله ناخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساماً صدق الله العظيم صدق الله الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأكرمين صاحب الفضيلة الشيخ مدني طل أصحاب الفضيلة الشيوخ الزوايا والطرق السيد الوزير ممتل فخامة الرئيس رئيس جمهورية السنغال سيد مكي سال السادة الوزراء الحاضرين السادة المستشارين السادة أصحاب السعادة أيها السيدات أيها السادة أحضر هنا مكلفا من حضرة أمير المؤمنين صاحب الجلال ملك محمد السادس عزه الله لأمثله في هذا الجمع الكريم الذي تنظمه الطريقة التجانية فرع طل والتي دأبت عليه إقامة لذكرى فقيدها وفقيدنا جميعا الشيخ سعيد نور هذه الدرية التي من درية سابقة وفية درية بعضها من بعض كلها على وفاء للمبادئ الكبرى ومبادئ ترسيق الدين في قلوب الناس بالطربية الصوفية الواردة في القرآن الكريم باسم التزكية فهنئا لكم هذا الشعب بقيادته الرشيدة قيادة رئيس الجمهورية السيد مكي سال وهنئا له بهذا الاستمرار في الوفاء لهذه التقاليد التي يتورتها الخلف عن السلف وما أحوج الناس إليها في هذا العصر فقد استمعنا إلى آيات بينات من القرآن الكريم ووردت فيها خصال المؤمنين وورد فيها ما يخالف تماما عقيدة الإرهاب وقتل النفس بغير الحق ولكن الذي يهيئنا للاستماع للقرآن الكريم والاستعداد لتلقيه والعمل به هو طهارة النفس والطرق الصوفية مختصة في الطربية في تطهير النفوس وتهيئها لتلقي أمر ربها وقد فرحنا كثيرا وسعيدنا هذه السنة لأننا علمنا أن هذه الطريقة المباركة تستدعي فرعا آخر كحاضر شرفي فيه الشيء الذي ينبئ إن شاء الله في أن تتعاون كل هذه الطرق يدا بيد من أجل ترسيخ هذه المبادئ التي تحتاج إليها الدول وتحتاج إليها المجتمعات وتحتاج إليها الإنسانية ليظهر الإسلام على حقيقته فأنتم بالوقوف عند طهارة النفس تحملون الإسلام كما ينبغي أن يعرف به في العالم فالطرق الصوفية تشبه المدارس تختلف في بنايتها ومواقعها ولكن برنامجها برنامج واحد فما أحوجنا إليها وما أحوجها أن تتعاون على البر والتقوى في التعريف بالإسلام الحق لا عن طريق القول بل عن طريق القدوة وعن طريق السلوك نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لهذا التوحيد وهذا التعاون يدا في يد وأن نمرر هذه الرسالة إلى شبابنا الذين ينبغي أن يفهموا ما هي الطرق الصوفية وما هو برنامجها فيما يتعلق بالتهيئ للوطنية الحقة وللمواطنة الحقة وغير ذلك من مفردات القاموس السلوكي الصوفي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته باندرابي جولبي كرمداني ويونقابري أولو منيستير ماروك كنكو جوجي أفير الدين في امسنة المعلمة في مارك من الإمولة مع سمجته على quéفرات محمد السادس السرطاني ورعا وذلك يأتي فريبا من المترجم الى الأعمال يوم النفادي من الولايات أنه يبقا في الأمسادي في پورتكولة وس钱 والسادي والسادي من الانترية أولو منترجم الى 18.30 أولو رو شيء معاده يوم المبهاد والسامس وهو في الخمسوس منذ عينيسان السيد بنور إنها جلسة فرقية وغيرها أسرعه فلن تجربة ومزر تسجيل فإنهان المخفر ومن تجربة إلى أن تتجربة ومجرد يتجربة ومجرد السيد وزير الوصول الإسلامية السيد عمد التوفيق نحييكم نحييات الإسلام ونقول لكم أحلام وصحة في بلدكم الثاني السنغال بإسم خالي من الحديث الأمرية الخليفة الشيخ محمد المرنطان وبإسم الخلفاء والطرق الصوفية والمرجائيات الدينية والعيم والعلماء نقدم جزيلة شكر والإمتلاع لصاحب الجلالة محمد السيس أياده الله ونصره ونشكروه غاية الشكر ونقول لكم كل آمن وانتو بخير ونسجج للعلم الهجل collaboration ونسجم Vie Mooماني الآن سؤلاء لط樂نة كل من терمين عبدا من الحديث ينبه التوفيق يولون من فر المياسب من القوة الش arranged الرسول إلى أخواب السيخ ما ايضان الهجل المؤكس ون thats يعرف ثم أُن ام tin العلمان للإخ continu النظر المصرمات من المدارة في المكان المرحلة سبب نصف ثلاثة زمان المعارضة كيف تقدينا في مرحلة ثلاثة الدولة أقوان المقافة ثلاثة آف امر 트려� улиسولي ثلاثة المدارة ثلاثة الأدمير ثلاثة كل Bourحة يتذكرون أنمن بما يتجعلagnان ترجمة نانسي قنقر 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 ainsi que les auteurs de contributions, notamment Sorine Mokhtar Kébé, se donnera le plaisir de faire parvenir à tous les niveaux requis les conclusions et recommandations de la rencontre. Eminence, Excellence, Mesdames et Messieurs, la présente édition coïncide certes avec les 40 ans du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala du Saint-Homme Tchernesey du Nouru Tal, mais en même temps, elle marque aussi les 40 ans d'existence d'Akbab dont nous devons un hommage mériter au père fondateur. Depuis sa création, en effet, Akbab se tient debout dans la plus grande vigueur, déterminée et mobilisée, agissant dans la plus ferme résolution animée par sa seule foi en Allah subhanahu wa ta'ala et son indéfectible attachement à Cheikh Omar pour œuvrer inlassablement à la parfaite exécution de sa mission. Dieu merci. Aujourd'hui, cependant, sa principale préoccupation est désormais de se mobiliser, de se mobiliser solidairement avec les serviteurs de la communauté homarienne pour la mise en œuvre réussie de l'important projet de reconstruction de la grande mosquée Cheikh Omar de Dakar dans une nouvelle architecture porteuse du temps de la Renaissance durable. L'histoire, parfois, se répète, elle se réplique. Le fait que l'association Akbab ait vu le jour en 1980 à l'avènement du khalifat de Tcherno-Montagatal pour se mettre à ses côtés et l'accompagner peut bien être considéré comme une réplique manifeste de deux faits historiques ayant hautement marqué la vie et l'œuvre de Cheikh Omar Al-Futu-Ital. Nous savons notamment que lors de son premier appel au vrai djihad, celui véritablement enseigné par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, 99 personnes lui ont répondu en premier et composé ainsi son premier cercle de compagnons combattants. De même, lorsque Jawahir Al-Ma'ani, joyeux des sens, de Seyyidina Cheikh Tijani a été écrit, Cheikh Omar radiallahu ta'ala anhou l'a entouré des lances de protection à Rimeh en raison de la préciosité supérieure du livre du Pôle de la Sainteté. Mesdames et Messieurs, je vais conclure. Je vais conclure en adressant nos plus vifs remerciements à l'ensemble de la presse, notamment écrite, audiovisuelle, en ligne, qui a tout mis en œuvre pour une large couverture de l'événement tant au Sénégal que partout ailleurs dans le monde. Ici, également, le maître de cérémonie vous annoncera la liste de tous les médias concernés. Enfin, à Mme Fatima Tattal, réputée sous le nom d'Yami et son équipe d'interprètes, nous exprimons toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude. A vous, chers pèlerins, chères pèlerines, nous souhaitons un excellent retour, sain et sauf, combler de la salutaire satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Je vous remercie de votre aimable attention. Wa salatu wa salam ala siyidina Muhammadin wa ala ali wa sahabi wa salim wa akhiru da'ana anil hamdoulillahi rabila alamin. Wa salamu alaikum. Merci, président Amoud Tijan Han. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le Royaume du Maroc a mis à la disposition du Sénégal depuis quelques années dans le cadre de la fondation Mohamed VI pour la formation des imams un certain nombre de bourses pour former donc nos étudiants. Et la famille omarienne en a bien sûr bénéficié d'un quota de 30 bourses. Un de ces étudiants-là va prendre la parole pour délivrer leur message. Il s'agit de Mohamed Silliba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qayyum Samawati Wal Aradhin Mudabbir Al-Khalaiki Ajma'in Al-Qa'il Fi Muhkam Tanzili Yerfa'illahu Al-Ladhina Amanu Minkum Wall-Ladhina Uutul Ilma Darajat Waqaba Alla Yastawil Al-Ladhina Ya'alamuna Wall-Ladhina La'ya'alamun Nahmaduhu Subhanahu Wa Ta'ala Hamdala Al-Awwalina Wa Al-Akhirin Wa Salatuh Wa Salamu Wa Ala Sijidina Muhammad Khatim Al-Nabiyyin Wa Imam Al-Murselin Al-Qa'il 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 لقد كنت جزيلاً ، لقد كنت جزيلاً وظيفة ما تتعرض بها لقد كنت جزيلاً لكي أخبره بأنه ليس جزيلاً كان في الناس كنت المترجمات التي تتعرض فيها سيكون قد تتعرض فيها وقتها تتعرض فيها وفي ذلك نفسه 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 ونزل المعارفة أمان هذا وإذن ذلك هناك في المديناء الرجالي في الرجالة يتعلق بشكل خاصة من الوطن علينا أن نقوم بحثة من الوطن علينا انتظار حتى مصرع ونظرنا الشهر لأنهم يتحدث في الوطن في الوطن الاسلام يتحدث في الوطن فإنما نعلم أنه لا يتحدث في كل دوما يتحدث في الوطن الاسلام ويثبت على الوطن الاسلام ولكن كان القادة والصحة فقط تتكلم لذلك تتكلم لذلك نرادية ويسألت مجانبًا من قبل الشيء الذي تعلم انها لذلك تتكلم كفعال لكنه نحن 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 من يومك عليها تحليق معناه كيف يمكنك أن يكون لديها viاتي وهذا menyشاب في السنغال السنغال فهي تكونت أكثر من ذلك عندما يمكنك نفسيها سيكون نفسي في تعادل سرين بسبب الإسلام حيث أن يكون شامك على سنغال وإن سبب منطلع سنغال يتزوج بها لذا فهم نجد أن نجد أنفس نجد فقط أن تكون هذا الوطف المدونة ومنون أن نعرف من ما يتحدثون إنه يجب أن نعرف من الأفعار السلسام لأنه يبقى كما يكون ذلك في هذه الأدفادات. كما ترزيز filed الشامعي بطبيств انك سبقين المدرسة فقط في نهاية fertility والذي يمكن أن يكون فكرة لكما أعرف في الأصحاب والذي يؤمنون الإسلام وفي الأصحاب إليه، فإن تعتمد أن الإسلام يُجب يؤمنون الإسلام لتعلم في النهال وهو هذا العام للسنغال، يجب أن يكون مدودة لسلام ولكن لسنغالة، يجب أن يكون مدودة لسنغال لأنه يوجد كل ما يفعله يقولون أنه يجب أن يكون مدودة لسلام ويكون وضع ما يفعله سوف تبقى من جنجية و visa شكرا. بما تعطينا من هنا يأتي بالجنجية تبقى من أن الجنجية فالفعل الانسابق بما يكونون كما تعطينا على الاسلام. يجب أن نقولها المعنى بالنتظار، والعجل تعطينا على الاسلام. يجب أن يكونون من أصول الاسلامة لديهم ذلك إلى الاسلام لأقصر. كما يقولون الإسلام أنه يمكن أن يكون هناك فقط يمكن أن يكون هناك فقط سلام عليكم ورحمة الله المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة